مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات ادبارة سيدي رمضان كيف العادة بشم بارتاجي معاكم ادبارة كاملة بإذن الله الشاقان فتر متاع الليلة اول حاجة بزيت بها بشم طيب السوس متاع مقارون خليت كسرونة صبديت الزيت هكا تكون كمية الزيت وخليت الزيت تسخن شوية وحاتيت فيهم تروف الحم ان شاء الله المقارونة اليوم بشم طيبها بالحم الحلوش حاتيت تروف الحم يتقلو في الزيت ولهني حاتيت مغرفتين ونص تماتم معجونة وزدهم شوية هريسة عربي وخليتك تماتم تتقلق في الزيت هذيك كيف ما قاعدين تشوفو نقلو تماتم شوية بش مجينيش مش مجيش المقارونة فيها القروسية الهني صبيت شوية ماء بش اكا تماتم تتقلع في عقلها في الزيت وما تتحرقش معانا كيك نسبلها الماء يقعد لي الوقت بش انقلعها الهني حاتيت الملح حاتيت مغرفة اغربوعة ملح وحاتيت اربوعة مغرفة فلفل اكحل رشة فلفل اكحل وكيف كيف حاتيت نص مغرفة نقطة شوية اربوعة هكيك كركم وخليت كل شي مع بعضه وخليت اكا تماتم تتقلع الهني اكا تماتم قاعدة قلنقلي وعلى نرهيدي رحمود التقلي الكل في الكل اه ثلاثة اربعة دقائق هكيك الهني اخذيت مقدار اربعة فصوص كبار ثوم ارحيتهم وزيتهم لكا تماتم والحمة هذيك الهني ازيت نص مغرفة فلفل احمر ديما بعد فلفل احمر تخليتها صغيرة ودريكت انصبوا الماء الهني صبيت ماء صبيت مقدار نص كيس ماء هكيك وحاتيت ثلاثة اوراق قارنت الهني باش نغطي تنجرة باش نخلي كل شي يشكشك مع بعضه كيف كيف مده ثلاثة اربعة دقائق هكيك الهني اهوك شوفو كيفاش وليت القوامة بتاع السوس هايك وقفت على زيتها في المرحلة هذيك كل السوس تقف على زيتها نعرفو اللي بياذن ليه السوس انتيعنا امريقلا وباش يجي ابنينا وكمية الزيت وكل شي امريقلا الهني هاوكا مرقت بالماء ما مرقتش برشا مرقت شوية كهو وعليش خاتر نقصت في الجاز وخليتها تطيب سلة سلة ماكلك تطيب على نار هادية ما تستحقش مش نمرقوها برشا الهني تعديت مش نعملك خبزة مليوي خضيت زوزة صحافي سميد ارتب زيت عليهم صحفة سميد اه صحفة فارينة حتيت نصف مغرفة ملح وعجنتها بالماء عادي ما يسبي له هذي القوام اللي تحصلت عليه بعد ما عجنت العجينة قاعدت نزيدها في الماء حتى اللي انت حصلت على القوام هذيه هني غطيتها وخليتها ارتحت مدد نصف ساعة يعني العجينة بعد ما ارتحت نصف ساعة نحيتك لاخت هذيك وطاوة باش نقسمها لك عابر اه صغيرة المليوي فما تلافها حاجات في المليوي طاوة باش نقل لكم حاشين وثالثة نقل هي لكم بعدي ما نعملكم هذو ما المليوي عجنت المليوي تحب العجنين وتحب الراحة دونك احنا شا عملنا عجل عجلناها بالكدي ورتحناها طاوة معناها رتحتها نصف ساعة طاوة باش نعاود انك عبرها مرة اخرى ونعاود نخليها ترتاح اقل حاجة نخليها نصف ساعة لهني هاوك شفتو كعبرت العجينة ادهنتها بالزيد باش ما تعمليش كالقشر هذيك البرانية وطاوة باش نعاود نخليها ترتاح مرة اخرى اقل حاجة نخليها نصف ساعة ساعة هكيكا نخليها ترتاح مرة اخرى لقد ارتحت العجينة نص ساعة فوق الطاولة دهنت شوية زيت واخذيت كعبورة وهوكا وكيف كيف دهنت ايدي بالزيت وحليت العجينة بهي كان لحظت ولهني ما زيتش حتيت زيت في الوسط جست الزيت للحلين اكاها وعليش خاطر رمضان ما نحباش تجيني مزايته برشا هكيكا تقلق دونك هكا كيما شفتو نخطر في العجين نحط شوية زيت فوق الطاولة باش تتحل بسهولة هكا نحل العجينة نثني المرة اللولة على الزوز هكا هذي المرة اللولة هذي المرة الثانية ومبعد نكمل الثالثة والرابعة ونخليها تعاود ترتاح مرة اخرى كيف كيف اقل حاجة نخليوها نص ساعة ساعة لاني هكا اعطيتها كل عادة باش ما تعمليش اكل قشرة البرانية هذيكا ونرجع لها بعد انتهيبها هذي سوس المقارونا هايكا كيما شفتو كيما قطر كما خليتها تيب سلة سلة على نار هادية البرانية هايكا ساعة بخزك تابت عقاعدة بالكديه كيف كيف الحم تاب البرانية هايكا باش نحركها وخضيت قرن فلفل شقيته وعلى زوزه وكحاتيته وكيف كيف الجاز نيقص على الاخر جوستك الفلفل بشيكمل يتيب ويسايب المطعم بتاعه وزيد هي تيقف على زيتها بعد ما نحط قرن فلفل ساعة خمسة دقايق وتكون سوس المقارونا بتاعي حضرت الهني رجعت للخبز هاي باش نطيبو حضر كيف كيف شوية زيت على فوق الطاولة ولهني نيخف بالخبزة هكا نحلها ودريكت نحطها فوق المقلق الي حتيته يسخل انا الهني كيما تشوفو الدخان دي جا خارج حتيت الغاز على اعلى درجة عليش حبيت المليوي جيني فيها كالوكحولية هذيكا ويجي فيها متعم تقوش عليها طايبة على كيما نقولوح الخبز الغني خبز على الفخار معنيها وعلى النار علي ذيكا زيت في الجاز على الاخر وهوكا اول ما الخبزة اتشد روحا هكيكا قلبتها ونقعد كل مرة هذي الحالة السجو الثالثة اللي تخلي نبليوي جينة بنينة وتريه ايه تاريقة التايتيب نقعد وكل مرة نقلبوها من جيهة حتي كالين اتتيب بالكداء هاوكا كل مرة هاك من جيهة لينة اتتيب هاكا هاولا هني هيكا سي طابت كما قلت لكم انا زيت في الجاز حبيت نتحصل عليك على حريق هذيكا اللي يجي في المليوي لهني عندي الدجاج هذي خذيتو حاضر باني الحاق اليوم تعبه متعبت شو روحي برشا مشيت للحاجات السهلة خذيت الدجاج هذيه بشو نطايبو في النينجا فودي اي حاجة نطايبها في النينجا فودي نعمل لها دهنة خفيفة متع زيت هكيكها وقدهنتهم ومرة ومكتوبين عليهم دجاج يتيبو كيفيش يتيبو يتيبو في المقلة وإلا في الفور ودجاج جمعة اللي فيت عملت معاكم جيج باني اه طون زيت نحط لكم الفيديو في صندوق الوصفة لهني هيكا حتيت طروف الدجاج في الشبكة هذيه وهازيت حتيتهم في اللاباري في النينجا فودي حتيتهم على ميتين درجة طاب ومدة خمسة شنا دقيقة هاكيكا ما طايبت الشربة خاطر البي راح قوت لكم الينا طايبت شربة بزيت على نهارين لهني هايا زيتها شوية مي وجيت مي مسوسة زيتها شوية ملح حتيتها فوق الغاز خذيت غلوة وهكا شربة متاعي كانت حاضرة لهني كها قرب وقت لذين حتيت الماء سخن ولهني ارميت المقارونا حتيت نص باكو مقارونا عملت عندي فل نمر ثلاثة هذيكا متاع تونس وخليت هاتيب كيما مكتوب عالباكو مدد ثمانية دقايق ولهني مقعد لي كان بش نخلط المقارونا متاعي يعني هاكا نحية اللحميت بش ميت فترشوش خاطر طابو عالاخر وكيكا نخلط المقارونا متاعية على راحتي ولهني مقعد لي كان بش نحط المقارونا في صحن التقديم حتيت المقارونا وفوقها اللحميت وكا جارن الفلفل وهكا كانت المقارونا متاعي حاضرة بش نحضر كعبة ملسوقة بالعظم بكعبة ملسوقة بالعظمة خضيت كعبة العظم نقص ملا بيضمتيح حضر العظم كبير ولهني في الصحفة نحط كل شاي في الصحفة ما نحطش في البريكا عليش على خاطر كيمش نحط في البريكا بش تتبل البريكا وطن اللي نهز نحطها في الزيت تكونت نقبة البريكا رشة ملح في الفلك حالتون جبن وشوية كعبة كبار ولهني هزيت كعبة الملسوقة وحتيتها في المقلا كيما قلت لكم في الزيت أول ما نحط كعبة البريك هكا نسكر لها جنيه بمتيحة بش العظم تقعد في الوسط وما تخرش ونطيب هكا كل واحد كبهجي حبفة ما ليحبها مروبة وفما اللي يحبها طيبة بالكدي حاجة واحدة ما نحطوها في الزيت إلا ما يكون الزيت سخوط هكا هاو وهكا يكون شقعان فاتري حذر اللهم أقدمها نعمة واحفظها من الزويل خفيف فيها وكاليو مقعد شبق فبارشة في الكوجينا ديكا المقارونا وهذو ما خبزية الملوي اللي عملت هم معاكم وهذي شربة الشعير بالحود اللي فضلتي من البرح دي جا طيب طيب زيد هذو ما كعبة البريك وهذي جيج البني زيتا عملت معاه في باتاتا مقلية كيف كيف في النينجا فوجي وعملت سليتة العادة هذيكا والعويت ما تختاش داولتي وهكا كان شقعان فاتري اللهم أقدمها نعمة واحفظها من الزويل إن شاء لا يكون أعجبكم إن شاء لا تكون حصلة الإضافة طوما قعد لي كان أقولكم إن شاء لا نقعكم على خير من هنا للفيديو اجي وش هي طيبا